الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينيتش ومجاز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتح السيسي على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحورية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال رئيس الأمريكي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 بالشرم الشيخ وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن بايدن ثمن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية مؤكدا على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه في المنطقة أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن في كلماته أمام مؤتمر المناخ كوب 27 تقديم الولايات المتحدة 150 مليون دولار لدعم الدول الإفريقية في مواجهة تحديات التغير المناخي مشيرا إلى أن بلاده تستثمر أكثر من 20 مليون دولار للتقليل من انبعثات غاز الميثان وكشف بايدن عن تعهد واشنطن بتقديم 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى إزالة العراقيل أمام صادرات الأسمدة الروسية قالت الأمم المتحدة بعد محادثات مع وفد روسي إنه لا يمكن أن يسمح للعالم بتحول مشكلات الوصول إلى الأسمدة إلى نقص أعلمي في الغذاء رحبت الخارجية الأوكرانية بإعلان انسحاب روسيا من شمال منطقة خيرسو في جنوب أوكرانيا وصفت بأنه نصر مهم أعقل وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا قال إن بلاده تسطر نصرا مهما آخر في الوقت الحالية تثبت أنه مهما تقول روسيا أو تفعل فإن أوكرانيا ستنتصر نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأكيده أن الأخير سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 يوم الثلاثاء المقبل ووصف جيسون ميلر لمستشار ترامب الإعلان المرتقب لترامب للترشح لرئاسة البيت الأبيض بأنه إعلان احترافي ومتقن جدا قال وزير الخزانة البريطانية جارمي هانت إن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي في بريطانيا وأضاف هانت أنه يتعين العمل على خفض التضخم والديون من أجل تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة أمامكم شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة